اشتركوا في القناة هذه المرة البوصلة تتجه إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتطبيق ذاتك ما حكاية هذا التطبيق؟ رحلة منذ أن كان فكرة حتى أصبح واقع اليوم وماذا سيقدم لكل من يستخدم؟ يسعدنا أن نلقي الضوء على تفاصيل هذا الموضوع مع ضيف الكريم الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو المهندس عبدالله المدني وهو مدير مشروع تطبيق ذاتك في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مهندس مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج سلام عليك الله أنا من قبل الحلقة وعندي فضول أعرف سبب اختيار المسمى ذاتك ليش؟ نعم ذاتك طبعا هو بالانجليز اللي هي الزكاة والضريبة والجمارك فاختصار للكلام واضح جدا طيب التطبيق كيف بدأت الفكرة وكيف أصبح واقع اليوم؟ تمام طبعا فكرة التطبيق بدأت أنه هيئة دائما تسعى لرقمنة خدماتها وتسهيل خدماتها وتقديم خدماتها للعملاء فنشأت الفكرة من تحسين تجربة العميل تمام فحرصنا دائما أن نكون العميل دائما هو في نسب عيننا في أي تطبيق أو أي تطوير نسوي عندنا فحرصنا دائما أن نكون العملاء معنا من بداية المشروع إلى نهايته فكيف نبدأ في المشروع كيف نبدأ ننفذ فيه فجبنا العملاء سيسموه فوكس جروب بمعنى اخترنا عملاء من عندنا بشراح مختلفة للمجتمع ومن المكلفين وضعنا في فوكس جروب بدنا نسوي معهم ورش عمل تعالوا نحن نبقى نسوي تطبيق ما هي الأفكار التي لديكم؟ ما هي الخدمات التي تحبوا تشوفوها عندنا في التطبيق؟ أعطونا أفكاركم أخذناها منهم طبعا وبدنا نرسم رسومات التي هي صفحات التطبيق وزي كده وعرضنا عاليا فكان فيه تفاعل كثير بينه بين العملاء الزكاة لما تكون عملاء تقصد كل المسجلين في الزكاة أو مجموعة منهم طبعا إحنا الشريحة أخذناها مبسطة يعني طيب تمثل الشريحة الكبرى للعملاء كنت تعرف منهم إش أهم الخدمات التي تبغونها في التطبيق بالضب نعم نعم فإنه في النهاية هي لهم صح؟ هم المستفيدين الأولين والآخرين في التطبيق صح؟ فكويت أن تسمع منهم وتشوف إيش الخدمات يتطلعون لها فمن هنا بدأت فكرة التطبيق فمن بعدها بعدما جمعنا الأشياء هذه ودخلنا معهم زي كده بدأنا في التطوير طبعا التطوير أخذ فترة طويلة لأن عدد خدمات كان جدا كبير بس أخذنا منهجية التي يسموها MVP أو Minimal Valuable Product إيش فكرة تو؟ أنا نحن مثلا مع المكلفين والله حصلنا مثلا 100 خدمة هل أحتاج أطور كل 100 خدمة عشان أضبط في التطبيق ولا أقدر أطور 20 خدمة مثلا لها value بالنسبة لها قيمة لهم فمشان بالمنفل Valuable Product هذا وصممنا لهم التطبيق وعرضنا لهم وعجبهم الحمد لله بدأنا قبل اعتماده طبعا قبل اعتماده كم عدد العملاء اللي أخذتوا رأيهم ما يحضرني رقم كان 30 إلى 40 ومن مختلف الشرائح نتعرف العملاء نختلف الشرائح في شركات الكبيرة في المتوسطة في الصغيرة في الأفراط في المؤسسات فحاولنا أن نأخذ من جميع الشرائح حلو فكرت في التطبيق أدخلت العملاء في الاستشارة أخذت منهم عملتوا التصميم عرضتوا عليهم بعد كده بعد كده بدأنا في مرحلة التطوير اللي هو برمجة الكوديم حق التطبيق بعدما انتهينا قبل لا أبدأ معاهم نسوي نحن اختبارات داخلية نتأكد أنه التطبيق سليم في النهاية ذا رح ينشر هذا للعموم صح فلازم تأكد أنه التطبيق سليم شغال كل مواصفات المطلوبة منهم طبعا في عدة اختبارات تتمع الموضوع هذا نتكلم عن اختبارات الفنكشنل نتأكد أنه الخدمات المقدمة صحيحة وقعد تأدي واجبها الصحيح عندك السيكوريتي اللي هي الأمن المعلومات تأكد أنه التطبيق خالي من الثغرات لا سبحان الله أي فيه مثلا هجم سيبرانية أو شيء كذا هذا إن شاء الله الحمد لله ما في منها بإضافة لإختبارات الجهد أو يسوى البرفورمانس تيست بحيث أنه نضمن أنه التطبيق يشتغل يؤدي مهما كان الضغط موجود على التطبيق فبعما تهت الاختبارات الثلاثة هنا رحنا للفوكس جروب مرة ثانية قلنا لهم جماعة خير هذا التطبيق جاهز تفضلوا يختبروا ويعطونا ملاحظاتكم وبدأنا نحسن عليه حبة حبة إليه ما شفنا أنه وصل مين اللي يختبروه؟ اللي هم الفوكس جروب هذو المكلفين طبعا هذه المرة نسميه البتا تستينغ يعني تست ما هو للعلن الاختبار إيه نعم حلنا بس كده نترجم المصطلحات عشان المشاهدين يكون معنا على الخطب طيب النقطة الثالثة اللي ذكرتها اختبار الضغط على التطبيق هذا يعني أنه اليوم أنتم إلى نسبة كبيرة جدا مهما كان حجم الضغط على التطبيق ما رح يهنك يخرب يتوقع نقول بين الله بين الله إن شاء الله وافقين من التطبيق بين الله يا سلام جميل طيب كم المدة الزمنيا اللي أخذتوها من أول نقطة ذكرتها في رحلة التطبيق إليه اليوم؟ إليه طلع واقعا نتكلم تقريبا 18 شهر أخذ الموضوع كانت فترة طويلة جدا نعم نتكلم عن سنة ونصف تقريبا نعم جميل جدا يعني هذا في انتصف 2020 تقريبا 2020 نعم وقت الجائحة نعم ما شاء الله عليكم طيب اليوم المكلف أنتم تسمونه المكلف صحيح العمين الشخص المتعامل مع الهيئة اللي راح يحمل التطبيق إيش الجديد اللي هيضف له التطبيق ما كان يحظى فيه من أول مثلا على الموقع أو مراجعة فروعكم ممتاز طبعا كخدمات جديدة فيه خدمات جديدة بس يمكنك الأهم سهولة الوصول لخدمات أجن نحن نتكلم عن تحسين رحلة العميل كيف يتعامل مع ذاتك ومع الزكاة وضريب والجمالك بتقديم الخدمات له فكان الهدف الأساسي هناك نعم أضفنا خدمات جديدة مثلا عندك الدفع الإلكتروني على سبيل المثال اللي هو تقدر تدفع عن طريق مثلا المدى وابل بي هذه مثلا ما كانت موجودة من أول في الموقع الكروني يمكن أضفنا مدى ولكن الابل بي صارت جديدا عن طريق الجوال فخدمات هذه النوعية كانت يعني مناسبة فقط للجوال ما تحصلها في الموقع من الخدمات الأخرى كمان اللي أضفناها اللي هي موضوع الشاتبوت خدمة نوعية اللي هي ايش فكرتها انت كمكلف عندك استفسارات أو تريد استفسار القدمات في عندنا نزيل برنامج اسمه شاتبوت رد تفاعلي بينكم والروبوت انت تسألوا سؤال ايه انت تسألوا سؤال ويجاوب عليك يعطيك الخدمات اللي انت بغاها وميزة الشاتبوت انه يفهم اللغة العامية لحظة لحظة خلني أوقف عند النقطة هذه مين اللي حيرد على المحادثة الروبوت البوت انتم صممينه يعني هو جاهز بس انت تحسن عليه بحيث انه يصير مناسب لجهة هيفهم على العميل نعم اذا قال اذا قال انا واجهت مشكلة في الدخول نعم اذا جاء واحد من القصيم من جيزان من عسير من سكاكة من الجوف من عرعر تكلم بلهجة وكتب هيفهم عليه الروبوت طبعا الروبوت فكرة انه يتعلم مع الوقت يستخدم تقنية الاي اي اي او الذكاء الاصطناعي ايه اللي هو ناتشرال لانجوودش بروسيسينج يتعلم مع الوقت كل ما غذيته بيانات كل ما قدر يفهم عليك في المستقبل عرفت علي انت بتستفسر عن فاتورة بتقول ما هي فاتورتي او عطني فاتورتي ولا وش فاتورتي كلها بيفهم عليها كلها بيفهم كلها بيفهم عليها بيعطيك ياها الروبوت هذا انتو طورتو انتو هيئة الزكاة ولا بتتعاون مع البيانات والذكاء الاصطناعي ولا ايش لا مع جهات اخرى طبعا هو يعطيك المنتج جاهز بس انت لازم تعلمه ودربه عشان يفهم عليك ويتفهم عليك هو اعطاك المنتج كروبوت ولا هو يعني روبوت مجازا يعني لكن هي خدمة الكترونية هي خدمة الكترونية في النهاية بس يسمو الروبوت لانه في تفاعل بين وبين الشخص فحابوا يسمو لنا روبوت طيب اختباراتكم للروبوت الى وين وصلت يعني على مستوى دقة انه يفهم العميل وصل مراحل جدا يعني متقدم الحمدلله يمكن اغلب الاشياء العامية وزي كده الحمدلله يدرنا نمسكها بس مثل ما قلت لك مع الوقت يتعلم اكثر يعني الهجات انت ذكرتها يمكن هذه ممكن ما اخذناها كلها بس مع الوقت ان شاء الله يتعلم الروبوت يصير يفهم عليهم كلهم جميل طيب غيرها من الاشياء الجديدة الاشياء الجديدة طبعا عندنا الاشعارات مثلا الاشعارات مناسبة تكون على الجوال تقريد فعل خدمة الاشعارات حيث اذا جاك اي اقرار جديد او حلت عليك فترة تقديم اقرارات يطلع لك على طول تنبيه في الجوال وانه خلاص حلت عليك تعال قدم اقرارك عشان تكمل اجراءاتك ممتاز هل بيتعامل مع التطبيق اجباري لكل المكلفين ولا اختياري لا اختياري اكيد اختياري ما هو اجباري مثل ما قلت لك هو هدفه انه تسهيل ليس معناته انا ببدل خدمات زكاة انا بسهل عليك كيف توصل لخدماتي كيف تستفيد من خدمات الزكاة بدون ما توصلنا مثلا حلو فيما لو احد واجهاته اي اشكالية كيف يتواصل معكم عشان يحلها تمام عندنا دعم فاني الحمد لله شغل 24 ساعة يجري تواصل معنا عن طريق الهاتف او عن طريق التواصل الاجتماعي يروح لزات كدود قفتة اس اي فيها جميع القنوات التواصل يجري تواصل معنا ان شاء الله مباشرة والزملاء بإذن الله رح يتكفل في خدمتهم طيب انتم مع التطبيق اطلقتم دليل ارشادي للخدمات اللي تقدم كل الخدمات اللي في الدليل الارشادي موجودة داخل التطبيق ولا لا في اشياء ما الدليل ارشادي عام لكل الخدمات الرقمية فمنها الموقع ومنها التطبيق فكل الخدمات في التطبيق رح تلاقيها في الدليل الارشادي مجمالا ستغني العملاء عن زيارة الفروع أو المكلفين بنسبة كم؟ يعني أتكلم موقع من 90 إلى 95% أوف؟ نعم 90 إلى 95% نعم ما ستحتاج أنك تزورني أبدا أشياء بسيطة إذا كان مثلا في تسليم مثلا أوراق في زيارة أو زيارة كذا هذا اللي يمكن أن تصبر كذا جميع خدماتك مؤتمة الحمد لله عن طريق الموقع أو عن طريق الجوال تتوقع نوصل للمية في المية قبل؟ بإذن الله هذا الطموح يعني هذا واحد من الأهداف الموجودة عندكم؟ طبعا هذا جزء من التحول الرقمي على مستوى المملكة ككل أنا بصراحة إذا تسمح لي أريد أن نفعل تجربة كذا نحمل التطبيق يأتي على الآيفون؟ يأتي على الآيفون طبعا على الآيفون أو الأندرويد دعني أجرب إذا نجحت أعرض الجوال للكاميرا بس المعلومات هي ما تكون معلوماتك أنت لا يعني في البداية ما يتحمل التحميل الأولي يتحمل طبعا نحن نحمله أوليا من غير معلومات بس علشان نشوف واجهة التطبيق ونعرضها بشكل عملي بدل من نجيب صورة ذات كشف طلع في البحث على طول هذا هو التطبيق صحيح؟ صحيح فيه شعار قريب تقريبا من شعار التواصل الحكومي نعم طيب تصميم الشعار والمراحل اللي مر فيها التصميم موضوع آخر جدا هذا شعار الهيئة ككل وليس للدخل بالتطبيق آه إجمالا نعم طيب نحن بس جالسين ننتظر كذا الشبكة أنه يتحمل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والله التقييم عالي جدا على الأبستور للتطبيق عندك فكرة عن الإحصائيات كم اللي سجلوا إليها نعم أظن أن يحملوا إلى الآن من يوم الإطلاق تقريبا خمس ألاف واحد على الآيفون كم عفوا؟ خمس ألاف تقريبا خمس ألاف ما يحظن الرقم بالضبط نتكلم عن كم يوم؟ كم تكلم عن ثلاث أيام من يوم الأحد هذا التطبيق وأصبح جاهز هذا التطبيق الزاتك الخاص بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك مارك حقيقة شكرا سهولة في الوصول للتطبيق حتى شكل التطبيق ومنظره بصراحة يعني من كان له شغلة اختيار الألوان وغيرها؟ طبعا عندنا هو إدارة التواصل الداخلي في عندهم البراندينج تيم أو المسؤولين عن الشعارات واللوغز والأشياء هذه هم المسؤولين عن الألوان والخطوط وعرض الخطوط والأشياء هذه كلها هم أنت قلت له خمسة ألاف اللي حمله تقريبا لو ما يحدثنا الرقم للأشياء نحن خمسة ألاف وواحد بالتوفيق لكم حقيقة اليوم وش الأشياء أو أهم الرسائل اللي أنت حابك مسؤول عن هذا التطبيق توصلها للي رح يتعامل مع التطبيق تمام منتاز يمكن حد للأهم الأشياء أن أول شيء ما نستغنى عن دعمكم لأننا نعتمد على الفيدباك حقكم التغذية الراجعة ومقترحاتكم ببضاء في تحسين التطبيق لأن التطبيق لكم هو في النهاية كل ما سمعنا منكم أكثر كل ما إن شاء الله قدرنا نطور التطبيق في المستقبل يا سلام طيب عشان تسمعون منهم ويتواصلون معكم كيف يواصلونكم في التطبيق مثل ما قلت لك في التطبيق نفسه في خدمة دعم فني في التطبيق تقريب على التطبيق يتواصل معنا أو تروح عن طريق موقعنا زادك.gov.sa في جميع أنواع التواصل تقريب تواصل معنا طيب لو قل لك واحد اليوم أنا متعود أخلص أعمالي عن طريق الموقع يغنيني التطبيق بالكامل بالكامل 100% يعتمد على نوع العميل إذا كنت مثلا من أفراد المؤسسات شبه نعم أقدر أقول يفتجي غنيت 100% حلو جيد ولكن الشركات الكبيرة تعرف مثلا مرات يحتياج يحمل قوام مالية أو بعض المستلدات صعب كثير على التطبيق تحمل فلازم يزوروا الموقع وقتها طيب ترى احنا بنكون جزء من التغذية الراجعة إذا وصلتنا مشكلات في التطبيق رسلونا مشاهدين ولا شيء بنوجهها لكم مباشرة لكم مباشرة بنرسلها بنقول شوف يا مهندس أنت وعدت أنكم تعالجوا كل شيء هذه آراء العمل هذا واجبنا أنا أشكرك كثيرا وأشكر حقيقة كل الزملاء اللي معكم في العلاقات والإعلام على التعاونهم الدائم معنا مو بس في تنسيق هذه الفقرة في تنسيق أشياء كثيرة في الزكاة والضريبة والجمارك وإن شاء الله من نجاح إلى آخر بإذن الله شكرا لك شكرا جزيلا لك مهندس أنا أشكر المهندس عبدالله المهندني بس في نقطة أبغى أقولها وأعلق عليها شوفوا إحنا كيف جالسين حقيقة نعيش مرحلة فعليا مختلفة ومتجددة في كل شيء فكرة أنه أروح أجمع ثلاثين عميل من شرائح مختلفة متعاملين معي وأنا ما زلت أفكر بشكل خام في التطبيق وأقول لهم اعطوني وش عندكم وأطور أفكارهم وأعرضها عليهم وأرجع للتطبيق وأخلصه وأخليهم يجربونه بصراحة هذه فكرة متحذرة مثقفة متطورة جدا ويليق بهذه الثقافة أن تصدر وأن تنقل إلى كثير من الجهات أنا على يقين أنه في بعض الجهات تسويها لكن نتمنى كل الجهات لأنه بصراحة فكرة متقدمة متطورة في التنفيذ أنك تشارك الأشخاص اللي موجودين معك اللي يتعاملون معك بشكل مباشر اللي بكرة هم اللي حيجربوا التطبيق في كل الأفكار ما هو لما جهز التطبيق لا من البداية من نقطة الصفر كل التحية والاحترام والتقدير لهذه الخطوة الجميلة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبالتوفيق إن شاء الله في كل الخطوات القادمة لهم إحنا في أهلا مثل ما ننتقد تعثر بعض الخدمات اللي نتمنى أنها تصير أفضل في المقابل من باب العدل والحق والإنصاف حين نجد مثل هذه الخطوات المتقدمة جدا علينا أن نعطيها حقها من الثناء ومن الفخر والاعتزاز حتى شكرا لهم وبعد هذا الفاصل ألتق لكم ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا